يعني لكم مرة تانية عزيزي المشاهدين الكرام وفي الجزء الأخير من هذه الحلقة بنرحب وعد محمد فاروق واكد عضو الجامعية العمومية المنتسبة لمركز شباب كفر سقر أهلا بك يا وعد أهلا حضرتك فاروق من وراء كورة البلد النهاردة أهلا حضرتك يعني يا وعد انت بما انك عضو جامعية عمومية منتسبة يعني لسه موصلتش السن 21 سنة إيه اللي انت التفرة الانشائية والتفرة الكبيرة اللي انت شايفها في مركز شباب كفر سقر حضرتك التفرة دي من زمان من أول ما تنشأ المركز من أول الأستاذ صلاح بدوي وياليه الأستاذ فاروق واكد اللي هو جدي وياليه الأستاذ عبدو المعجباني تمام وبعضيه الأستاذ رقوف المسلم عبد الرقوف المسلم وبعضيه الأستاذ محمد يحيا مدان وياليه الأستاذ محمد فاروق واكد أبويا تمام انت مذكر تاريخي أول دراسة اه يعقل لي ايه التفرة الانشائية والتفرة لستثماري اللي عاملوا والدك في مركز شباب اللي الكل بيشيد بينه النهاردة وإن حنا وإحنا هنا من برنامج كورت البلد بنحب نصدر يعني الشخصيات المحترمة الشخصيات اللي لقى فكر السثماري كبير وإحنا معنا النهاردة الأستاذ محمد فاروق واكد وإنت بنته مش عشان بنته ولا حاجة يعني عاوزين نقول لك أنت كعضو جمعية عمية منتسبة إيه اللي شايفات مركز شباب كفر صار أنا شايفة اللي هو بيجدد مش فيه تفرة بس هو بيجدد حاجات مفروض تتجدد يعني لازم تتجدد في الوقت الحالي تمام فهو بيجدد وبيشايد في المكان أكتر وأكتر تمام والمكان طول عمره كده وأحسن والجديد أحسن وأحسن كل ما يبقى فيه حاجة حلوة تمام وعامة يعني مش مش فيه إنجازات إنجازات دي من زمان كله بيعملها لا بس بابا يعني عمل تعاقدات مع شركات لعيبة كبيرة وشركات وبيدر دخل كبير جدا جدا لمركز الشباب لازم نشيد به يعني عامل أنا عشان يعني طفرة هائلة في كل حاجة يعني بصراحة يعني الأستاذ محمد يقول لنا كده يعني دخلك السنوات دي يا أستاذ محمد أنا دخل السنوات دلوقتي بالضبط يعني لو ندون حمام السباحة مليون سبعمائة تمانية وخمسين ألف جنيه نشيل منهم مبلغ حمام السباحة يعني يعني ما يطرب يدخل للمركز بعد خمس شهور من الأرض يقول يعني مثل مليون ونص أه في حدود المليون ونص مليون ونص سنويا من مركز الشباب يعني كفر صقر حاجة كبيرة جدا جدا يعني ممكن إن شاء الله تعد فريق القرى قدم يعني يصل للقسم الثالث شكرا وأيضا إعداد البطل أولومبي والاشتراك في الاتحاد المصري في كافة الألعاب إن شاء الله في كافة الألعاب وطبعا بنشكر مع الوزير الأشرف بسبحي لأنه طبعا الأصر إن إحنا نطور المركز ودي خطة الوزارة فعلا بس أنا ممكن إن كنا نجاحنا فيها بفضل توصياته يعني ومش بتأخر علينا في حاجة تمام والراجل وعدنا إنه يجي يفتح حمام السباحة لأنه هيكون أكبر وأول وأكبر حمام السباحة على مستوى مركز الشباب في جمهورية مصر العربية تمام بالنظام اللي معمول عليه تمام فطبعا بندعوه من دلوقتي بنأكد على إيه الدعوة إن شاء الله وإحنا بنقرر الدعوة كده ليه للدكتور أشرف صبحي إن شاء الله عند افتتاح حمام السباحة في مركز شباب آآ كافر سقر يكون إحنا متواجدين بكامرة كرة البلد وفي وجود سيادة الوزير إن شاء الله إن شاء الله وعد إيه اللي إنت بتطبيه من أعضاء الجامعية العمومية والأعضاء مجلس الإدارة في الفترة المقبلة لمركز شباب كافر سقر يفضلوا في التطوير على طول ويعني مش نقف عند حاجة واحدة ولسه بدري على المركز ولازم يتطور أكتر وأكتر عشان نبقى أحسن مراكز على المستوى مرهي إن شاء الله تمام طبعا أستاذ محمد النهاردة رسالة بتوجهها لأعضاء الجامعية العمومية لمركز شباب كافر سقر بتقولهم إيه؟ هو أنا خالي لي أمم اللي حينبسته أكتر مش عضاء جامعية عمومية بس كافر سقر بأكملها شعب كافر سقر شعب كافر سقر كله مستني إن شاء الله الصعود وبأمر الله كلنا هنسع عليه وبطالب كافر سقر بأكملها مش جامعية عمومية بس إنها هتساند الفريق إن شاء الله الموسم الجديد وإن شاء الله هنكون عن حسن ظنهم بأمر الله طيب سؤال بقى بعيد عن الرياضة خالص إنت يعني لك شخصية يعني قيادية كبيرة وكنت ترشحت في مجلس الشعب قبل كده ويعني ما فيش ما جاتش الفكرة إن إنت أو إنت وصلت قبل كده في فتر في جولة الإعادة آه تمام؟ ما فيش فكرة يعني أو في ما يعني ما يضور في ذينك إن إنت السنة دي هتترشح لمجلس النواب مرة أخرى؟ لا أنا المرة دي إن شاء الله هركز في مركز الشباب بس سنة بعيدة إنها سنة وشوية تمام بأمر الله أنه صار جوم للفترة اللي أنا عايزها وبعد كده الجامعة عمومية تختار اللي عايزها تمام إنما أنا مركز في مركز الشباب في تطوير مركز الشباب أفضل يعني طيب يا وعد النهاردة أنت بتشجعنا دي إيه؟ نادي الزمالك طيب إيه اللي بحب إيه اللي حبيبك في نادي الزمالك؟ جمهوره وفريقه ورئيس مرتضى منصور ولا عشان بابا زمالكوي؟ عشان بابا طبعا العيلة كلها عندنا زمالكوية وإحنا بنحبه من زمان من جدي ومن قبل يعني كمان جد بابايا كمان طيب رسالة بتوجهها للمستشار مرتضى منصور تقول له ليه النهاردة؟ بحبك سيد محمد فاروق واكد النهاردة من خلال برنامج كورت البلد رسالة بتوجهها لرؤساء مراكز الشباب على مستوى الجمهورية هم كلهم ماس كويسين وشغالين بس هو بتفرق سوء البلد كل بلد أو كل مركز بيختلف عن المركز التاني إنما حضرتكم وكلهم شغالين في فكر ممكن في بلاد فيها ممولين ناس عايزة تشتغل وتفتح أنا عندي حاجة زي الخان دي مثلا وبريك فيهم لا يقل عن مثلا خمسة وتسعين بيت مفتوح شباب شغالين تمام في كافية الخان وكافية بريك ده والكافية التانية بتاع عضاء الجمهورية عددهم مش كتير ولكن الخان وبريك دول أنا أسعد واحد فيهم لما بشوف مثلا في وردية الخان دي شغال اتنين واربعين بيت مفتوحين شباب تمام ونفس الحكاية حوالي 17-18 راحت في بريك عند بتاع الكابتليات التانية بتاع عضاء الجمهورية عمومية دي فيها حوالي 7 أو 8 أنا سعيد ديوم جدا الأماكن الاستثمارية دي زي ما بتدخلي داخل فتحة بيوت كمان تمام من أبناء المركز نحن في نهاية البرنامج الوقت مع الحباب بيمروا سريعا بنشكر الأستاذ محمد فاروق واكد رئيس مركز شباب كافر صارع وجودك معنا في هذه الحلقة وأيضا بنشكر وعد محمد فاروق واكد على وجودها معنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين بنعتذر لكل أستاذ المرسلين لما قدرناش نتمكن من اتصال بيهم في هذه الحلقة ونوعدكم بالاتصال في الحلقات القادمة بنشكر كل المرسلين وكل المعلقين وكل الرياضيين المشاركين معنا في برنامج كورت البلد بنشكر رئيس التحرير مارينة جمال وبنشكر مخرج الروائع الأستاذ محمد عبد المجيد بنشكركم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج كورت البلد كورت البلد في كل بيت في البلد